موسيقى الصرع هو حالة كان ينظر لها في الماضي على أنها شكل من أشكال الجنون فلقد علج بأشكال ووسائل غير مقبولة كالشعوذة والطرد الأرواح والشياطين من جسم الشخص النصاب موسيقى مع تقدم العلم توصل العلماء إلى معرفة مرض الصرع على أساس علمي وعرفوه على أنه اعتلال في الدماغ أو المخ يحدث خلل في خلايا الدماغ مما يتسبب في خلل لوظفتها فقد تكون على شكل خلل سلوكي أو اضطراب نفسي أو فقدا للواعي أو تشنجات عضلية أشارت نتائج دراسات أجريت حول العالم أن الصرع يصيب قرابة الواحد في المئة من سكان الأرض ويمكن للصرع أن يحدث في أي عمر إلا أنه غالبا ما يبدأ في سنوات الطفولة والجدير بالذكر أن نوبات الصرع تكون مؤقتة لفترة زمنية محدودة غالبا ثواني أو دقائق معدودة موسيقى لابد من المصابين بحالات الصرع من التعايش مع هذه الحالة يجب محافظة المريض على صحة جيدة من خلال ممارسة التمارين الرياضية والحصول على قسط كاف من النوم وتناول وجبات غذائية متوازنة والاستشارة الدائمة للأطباء والحصول على نصائحهم مشاهدين لمناقشات هذا الموضوع عن تأثير الصرع على المصاب والمجتمع ناقشهم مع ضيفتي بالاستوديو دكتورة فوزية بمقدم استشارية طب المخول أعصاب والصرع والطرابات النوم بمدينة الملك فهد الطبية ومساء الخير دكتورة فوزية مساء نوري هلا دكتورة يمكن احنا شفنا في التقرير عن الصرع لكن اليوم احنا هنتكلم عن معاناة المريض في المجتمع بداية دكتورة انتو كأطباء كيف تشوفون معاناة مريض الصرع عندنا في المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم هي مشكلتنا الحقيقية مو في الصرع نفسه مشكلتنا في معاناة المصاب بالصرع مع المجتمع المجتمع لسه إلى الآن مو ما يتقبل هالمصاب بالصرع كثير من الناس سواء خلينا نقسمها لقسمين من المصاب وعيلته اللي حواليه ومن المجتمع الخارجي فالمصاب بالصرع ممكن هو بنفسه يستحي من إصابته فبالتالي يتخبى دايما يخبي نفسه ما يظهر للمجتمع ما يحاول يشارك في المجتمع سواء كان في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل حتى الأهل اللي حواليهم بعض الأهل يكونوا حذرين من حذر ما نبقى نقول لي يعني هو من حذر يكونوا حذرين إنهم هم يعني يحموا بزيادة هالمصاب يعني ممكن يعزلونه يحموا بالزيادة فبالتالي يعزلوه عن المجتمع يمكن من غير قصد وهذا طبعا غلط تماما وبعدين نجي على المجتمع الخارجي اللي هو ما يعرف شيء عن الصرع ما يعرف غير الصرع ممكن يكون مرض جن أو مسم العين أو مرض عقلي أو مرض معدي فبالتالي يتهرب ويتجنب أنه يحتك بالمصاب مع الصرع والمعاناة الأخرى للمصاب بالصرع هو كيف يتعاملوا معه يما يتعاملوا معه بأنه يقطعوا العلاقة تماما يما يتعاملوا معه بخوف شديد ما يقربوا منه ما يأكلوا معه ما يطلعوا معه فهذه المعاناة الكبيرة اللي بيعانيها سواء من بيئة الصغيرة أو من المجتمع الكبير نعم دكتورة يمكن يقرب المشاهدين بعض القصص للأسف مأساوية وفي بعضها تروح للأسف أن المريض الصرع تنتهي حياته بسبب الإهمال اللي موجود أو جهل في التعامل مع هذا المريض من القصص حتى أنت قمت بحملة في الفترة الأخيرة إيش كانت قصة الفتاة أو الشاب هي فتاة ولا شاب الفتاة الفتاة اللي ماتت بالصرع هذه بداية الحملة الحقيقة كاد في 2007-2008 هي بنت عمر 14 سنة جانا حمى شوكية ونعرف إحنا من مضاعفات الحمى شوكية ممكن يجي عند الإنسان صرع فجتها نوبات صرع بسبب تأفير الحمى شوكية على الدماغ أخذت العلاج وصارت كويسة ومستقرة بعد فترة ودائما كل مرة تيجي نقول لازم العلاج بانتظام ولازم النمل ومبكر عشان ما تجيها النوبات استقرت تماما في مرة طلعوا في عيد الحج هي وأهله إلى مخيمات ونسيت العلاج قاعدوا حوالي خمسة يام برا لما رجعت في ذاك اليوم صرت تتشنج للأسف أنه أنا متكلمة مع الأهل ومع الأخوات أنه هذا صراع طبي هو عرض طبي بسبب زيادة تهربة فلازم من العلاج قاعدوا خلوها تتشنج وفتكروا أنه هو جن طبعا وقاعدوا يقروا قرآن عليها من غير ما يخذوها المستشفى والأهل متعلمين دكتورة متعلمين وجامعيات البنات والأخوات كلهم جامعيات إلى أنجل الصباح وما تقتل بنت فكانت هذه واحدة من الحالات المأساوية فعلا أثرت علينا كفريق صراع كامل أنه لهذا الدرجة وصلنا أنه ممكن الواحد كان ممكن يجيب على الإسعاف وتأخذ العلاج وتقرأ القرآن فيه شفاء للناس بالعكس ننصح بالقرآن والرقية لكن كما ننصح بالعلاج لأنه في الأخير الواحد يأخذ بالأسباب والشفاء كله بعد كذا من عند رب العباد ولكن لازم نأخذ بالأسباب فهذه واحدة من الحالات المأساوية وحدة لكن فيه غيرها كمان كثير اللي فيه عندنا شاب هو بنفسه رفض العلاج لما جاء وعنده صراع جزء ليس صراع العامل للناس تعرفه يطيح ويغمى عليه ويزبد لا هذا يلعثم في الكلام يقعد يسوي حركات فمه وتكرار بلع وبعدين يصير صحي كلها دقيبة فلما قلنا لنا صراع رفض يأخذ العلاج وقال لنا ما عندي شي لا تشنجات ولا صراع يمكن ست شهر غاب عني ورجع وهو على كرسي متحرك سار عليه حادث في السيارة هو راجع من ثمامة وكان ساق بسرعة وللأسف سار عليه شلال نصفي وجاء بعدين عشان يأخذ العلاج فهو الصراع ممكن يؤدي لعواقب خيمة لكن في نفس الوقت ممكن يتعالج وبالأدوية ممكن يسيطر عليه سيطرة عامة ويعيش الإنسان طبيعي جدا يعني ما ممكن تأشري بالإصباع إنه هذا الإنسان عنده صراع وهذا ما عنده صراع لأنه إنسان طبيعي زي وزي بقية الناس كل المشكلة هي الدقيقتين اللي يجي فيها النوبة التشنجية بس إنما غير عن كده هو طبيعي جدا يقدر يدرس ويتعلم وعندنا ناس عندنا أطبة وعندنا متعلمين وعندنا ناس في يشتغل في مناصب كبيرة وعنده صراع ومعروف أصلا التاريخ التاريخ نابليون بونابارت الإسكندر المقدوني الإسكندر الأكبر بيتهوفن كثير روزفيلت رئيس أمريكا السابق كلهم كان عندهم صراع ومع ذلك زي ما أنتي شايفة ناس مشهورين ومعروفين في التاريخ فهذا لا يمنع بس لازم يتعالج ولازم مجتمع الصغير يعمل له دعم يعطي له الثقة بالنفس ويعطي له أنه أنت ما فيك شي فعلا إنه مجرد خذ الدوة بس واسمع التعليمات الطبية كل الحياة تمشي من أحسى ما يكون يمكن دكتورة فوزية أنتو كالطباء تكونوا نخذ الدوة لكن أكيد العامل يعني إحنا اليوم حتى نتكلم متناقش دور الأسرة دور المجتمع يمكن زي هذه الأمراض أمراض الصراعي يبغى لها تعايش بالمعنى لا صح كيف أنتو تقدمون الدعم للأسرة يعني أكيد فيه تثقيف لازم يكون موجود كل الأسرة مريض الصراع بعض المرات تحسسونه ما نتركك بالحالك نخاف فيه يصلك شيء في أي لحظة زي كذا كيف أنتو تقدرون تأقلمون للأسرة أنه وجود مريض معاكم هذا مرة مهم هذا الكلام لأنه مهم جدا أنه الأسرة نفسها المجتمع الصغير نتكلم عليه يفهم هل الصراع إيش معناته يفهم إيش هو الصراع ويفهم حالة الشخص اللي عندهم مصاب بالصراع فلازم يفهموه فأول شيء نحن نسويه حتى بالعيادات مش بس عنده لما يتنوم نعطي موضوع كامل عن الصراع وإيش هو بالذات ما يخص الشخص هذا لأنه أنواع كثيرة للصراع ثانيا بنوزع برشورات على الموجودين من الأهل ونقول لهم بعد خذوها للمدرسة إذا كان هذا طفل في سندراسة أو شب في سندراسة هذا مشكلة ثانية كمان في مقاعد الدراسة كمان الواعي اللي يكون موجود في المدرسة وبالمدرسة عندنا كمان مشاكل مشاكل تيجي مش مدرسة أنه الأهل أحيانا يخبوا على المدرسة أنه هذا الطفل أو هالبنت عندها صراع فبالتالي ممكن تنصرع قدام البنات ويصير رد فعل طبعا مش كويس من البنات وللأسف تكون المشرفة أو المرضى الموجودة في المدرسة أو الدكتورة الموجودة في المدرسة ما تعرف عنهم فبالتالي ما تقدر تدعمها لازم الأهل يخبروا المدرسة يخبروا المشرف يخبروا المرضى أو الدكتورة يخبروا المديرة حتى تقدر تدعم هل البنت أو هل الشاب عندي شاب واحد في الثاني متوسط جت له التشنج مرة واحدة جاله في لو ننسي العلاج ما يأخذوا الليلة لقبل جاء له بالفصل من بعدها تعالي شوفي زملائه كل شوي يقول له خلينا نسوي له شي خلينا نزعله عشان يتشنج قدامنا كره المدرسة الضار معهم وطلع المدرسة هو أولى متوسط الشاب تركر المدرسة وطلع طب ليه أبو ما قتله قال أنا خفت عليه ما قتله خفت ما تخاف لازم تقول لهم لازم تقول للمشرفين حتى لما تجيلوا الحالة يحتووه وبالتالي فهموا زملائه اللي حواليه أنه هذا بس مجرد دقيق دقيقتين الولد ما فيه ولا شي طيب ويحموا هالولد بحيث أنه ما يخلوا الزملاء زملائه يضحكوا عليه أو يعملوا له مشاكل في الفصل وبعدين يتهموا الولد أنه هو ليضربهم وهو ليعتدى عليهم مع أنه هو المسكين ما له ذنب هي مجرد ردة فعل غضب على أساس أنه يتهموا بالجنوب فلازم الأهل يتواعوا ولازم يواعوا المدرسة لازم يدعموا هالشاب وهالبنت مو يخبوها ويحموها الزيادة حتى الآن المواضيع امتدت حتى للزواج في الارتباط يعني في أهل يتخب أنه ولدنا عنده صرع ولا بنتنا عندها صرع يوم مشاكل كثيرة جاءت من هذه الناس بعد الزواج يكتشفوا أنه هذا خب من الطرفين سواء شاب أو بنت وبالعكس في ناس أنا عندي بنت تزوجت للمرة الثانية الأولى ما كان موفق بسبب الزوج ما فهم مرضها للمرة الثانية تزوجت وخلفتها الحين ثلاثة وتخيلي كانت باستمرار تتشنج بعد ما تزوجت واستقرت حياتها الأسرية بتراجع عندي صلى أربع سنين ما جاهت شنجات أبدا هذا شكرا متتبط بالحالة النفسية كمان أكيد الحالة النفسية هي أمشي بس دعم الزوج لها خلاها نفسيا انقلبت البنت تماما يعني صارت مستقرة صارت محبة الحياة خلفت ثلاثة أطفال وسائرة سعيدة كل ما تيجي فعلا البنت سعيدة جدا فالدعم الأسري أكيد مهم جدا والدعم النفسي عشان ما تتكرر عليهم التشنجات كل ما يغضب الإنسان كل ما يصير في حالة نفسية صعبة كل ما تزيد التشنجات طبعا عندنا يعني هو فهم يعني زي هذه الأمراض فهم البيئة لازم لازم فيه تعايش لازم أنه فعلا من كل الأطراف لكن دكتور بعد المرات فيه ممارسات بصراحة توجع القلب يعني فيه كثير مرضى صراحة تلاقي مثلا أهاليهم ما بيستمروا بالعلاج ودوهم أدوية أعشاب كوي الكوي صراحة في مرضى الصراحة أنا في حالات شفتها جاية مكوية كده من مرضى الصراحة كلها هذه طبعا أفكار لأنه في ناس كويسون في ناس سألوني حجامة والكوي ما تنفع الحجام ممكن تنفع في الصداع والصداع النصفي وهذا في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم الكوي ما ينفع الرقية الشرعية نوصي فيها طبعا إحنا أكيد بس من الشخص نفسه أو من الأهل اللي حواليه لأنه فيه آية قرآنية مهمة جدا تقول أفهم أن يجيبه المضطرة إذا دعاه المضطرة هو المريض نفسه أو أهله وما في مانع أن الواحد يروح المشايخ معترف فيهم من دور الرقية الشرعية ويتعالج عنده إنما اللي بيصير إنهم بيروحوا من المشاعوذين يعني بين يختوني ناس مختنقين الأكسجين نقص على الطفل عمر ثماني سنين قاعد فوق صدرها خمانية جلسات ثامن جلسة ما صحية البنت أغمى عليها وتعوقت صارت عاقة لا تتكلم ولا تمشي ونقص الأكسجين عن الدماغ البنت لازالت تتشنج وطلعت معاقة عرفت أكتب أن أستغرب من هذه القصص بعد المرات يعني أنا أذكر أسمع زمان يعني ما كانوا تشخصون بالصراع من قصة اللي ممكن إحنا سمعها يرمونه في البر فأنا أستغرب من اللينا الحين إحنا سرنا كم 2016 ولسه في هالحالات يعني موجودة لسه في وبالذات في الماكن نائية من الأطراف المملكة في قصة قريبة كانت سارت سارت قصة إنه واحد كما عن نفس الشي جاله تشنجات لابنه ابنه كما سمعت يعني هو يمكن 6 سنين 7 سنين جات له تشنجات متكررة فتكروا أنه جني ما هذه المشكلة فتكروا أنه جني دائما يبطون صراع بالجن أيوة لأنه مرتبط بحركات لا إرادية فيعتقدوا أنه هذا هو الجني اللي قاعد يحركه حتى في التقرير اللي شفناه كمان التقرير اللي نعرض في أول الفقرة كمان الزعار وزي كذا يسهولهم أيوة فهو هذا شال ابنه ورح رماه بالصحراء قال هذا فيه جني وخلاه إلى أمات مساتر تسير حالات أي أعتقده أنه جني وطبعا هذا الكلام أثبته العلم أنه داء الصراع هو زيادة كهرباء في الدماغ ما له علاقة بالجن ولا بالمس ولا بالعين ولا بالحسد ولا بالسحر هو داء لازم يتعالج ويتعالج أحيانا بدوى واحد دوى واحد ممكن يوقف له التشنجات بإذن الله ويعيش حياة طبيعية ولا حالة واحدة بس ويصير زي كذا ممكن يختنق ممكن يجي له إعاقة ممكن ينشل ممكن يموت فيها والمتابعة كمان في الأول وفي الأخير كمان مع الأطباء يعني المتابعة الدورية جدا مهمة لمرضى صراع أكيد أكيد عشان يشوفوا إذا في حالات تانية يحتاج زيادة الدواء يحتاج وعي الوعي أنا أحيانا أتابعه مش بس عشان الدواء عشان يشوف كيف يمسويين معهم الأهل كيف يمسوي معهم مدرسته أو شغله أو عمله لأنه حتى العمل يعني جاييني الأسبوع اللي فات رجل يشتغل في أحد الدوائر يعني يقول أصحابي مع أنه أنا ذا حين لي سنة ما جانيت شنجات أصحابي يتفادوني يتفادوا يطلعوا معي ولا أروح معهم استراحة يتفادونوا ليش إشان بعض المرات يعني الأشياء نسمع إحنا نخاف تتشنج علينا فجأة ما ندري وش نسوي فيك ممكن يكون فان الدكتورة في طريقة خاطئة بدل ما تيجي أنت بتساعد مريض الصراع ممكن في مرضى بالطريقة خاطئة ممكن يموت المريض هذا صح وهذه هي الطريقة اللي بنقول دايما انتبهوا لما يجي واحد عنده صراع إش يتسوق لأنه اللي بيحصل إنهم يقولوا اللسان يتبلع اللسان ما يتبلع هذا الشاعر اللسان ما يتبلع اللسان عضلة زي بقيت العضلات الواحد لما يغمى عليه يطيح تطيح عضلاته لأنه يصير ارتخاء فاللي بيصير ارتخاء في عضلة اللسان فتسد الحنجرة لكن ما تتبلع فعشان كده احنا نقول حطوه على جنبه عشان اللسان يطيح على هنا على الخد ما يتبلع الإفرازات الزبد ولو لا سمح الله استفراغ ما يرجع على الرئتين ويخنقه فلازم يكون على الجنب حتى تطلع من جنب الفم ممنوع يضربه ويضربه مدريش ويربط ولا يطلع الجن من هنا ويطلع مصبع الصغير ولا يطلع من عينه يعني هذا الكلام كله غلط غلط ما فيه اي ناحية علمية اي بحب علمي يقول هالكلام لازم يحطوه على جنبه ما يربطه ولا يرشوا موية ولا يقولوا يبلع لسانه ما يبلع ولا يحاول يفتحوا فمه ويحطوا شي بالفم ليه لانه كثير اباء جونة والله يوررون عظمة الاصباع اللي حاولوا يدخلون فيها فوطة او شي عشان ما يبلع لسانه فالعظمة هنا باينة يعني صار الاب يصرخ والاب يصرخ من التشنج والاب يصرخ من الالم فما يحاول يفتح فمه وممكن يكسر الفك حقه بعد وممكن يخلي كل افرازات ترجع على ريتل لانه هو بيفتح فمه هو نايم على ظهره مش نايم على جنبه السمبل حاجة بسيطة جدا عندما تحطه على جنبه تفتح اي شي مقفل حوالي رقبته لو فيه نظارات تبعده لو فيه شي حار تبعده تحط مخدة ناعمة تحت راسه تسيبه يتشنج وقت التشنج حيروح ما له علاقة مهما سوى مش حيقضي على وقت التشنج هو دقيقة دقيقة نص دقيقتين بالكثير وانتهى التشنج بعد كده يدخل في نوم عميق لا تحاول صحي لا تحاول ترشوا موية ويحطوا عطر وبصل ومدريش عشان يصحوه يقول نبغا نصحي بالعكس هذه رحمة من ربي انه كان يتشنج والعضلات مرة مشدودة وفجأة ارتخى كل شي فسبحان الله رحمة من ربنا انه يدخل في نوم عميق عشر دقائق ربع ساعة وبعدين يصح منحسن ما يكون فما نحاول نصحي بالعكس نقعد عنده ونلاحظه عشان ما يصير في تشنجات متكررة بس طيب دكتورة كيف تشوفين انت وعي المجتمع هل في مبادرات هل في حملات توعية يعني ممكن واحد يصادف مرض فرع في أي مكان ماشي يمكن في مكان عام الحقيقة انت لمست بحثنا عندنا بحث سوينا من 2008 الى الان بال2008 و2009 لما كنا نطلع للناس بالاسواق او بالايام التوعوية كان التسجيل حتى بين الجامعين واللي معهم ماجستير ودكتوراه انه 26% منهم يعتقدوا انه الصرع جن البحث العام لما 2015 لسا 2016 ما درسناها 2015 نقصت الى 15% فمعناته الحملات التوعية هذه جايبة ثمارها انه الناس صارت تتوعى والحقيقة كل كله الجامعي وطلبة جامعة ملك سعودي سوها طلبة الحرس وطلبة جامعة الفيصر يسوها المستشفيات سويها بكل المناطق جدة والدمام وأبهى سووا يوم توعبي رائع في الجنوب عن الصرع فنعم تجيب ثمارها هذه والتوعية سايرة متحسنة كثير ترعا ما بدينا في الصرع متحسنة كثير التوعية لازمنا نبغى وبالذات في مناطق الجنوب ومناطق الشمال نعية ممكن تكون شيئا هذه لازم أكثر تثقيف فيها ولكن في نتائج قاعدة تنزل الحمد لله وتحسن ووعي عند المجتمع بداء الصرع طبعا احنا كمان دكتورة طمعانين بنصائح ممكن نوجهها للأهالي اللي عندهم مرضى في الصرع أول نصيح حاجهها للمصاب بالصرع نفسه إنه ما يستحي من داءه هو داء أكثر من أنه مرض لو يستخدم العلاج ويتبع النصائح حيكون ممتاز وحيسيطر على التشنجات وحتكون حياته طبيعية جدا فما يستحي من مرضه أبدا ثانيا نقول الأهل لا تصيروا دلال بزيادة وحماية بزيادة لأنه ممكن تقضوا عليه نفسيا يعني بالعكس بدل ما نساعده ونضره ولازم المدرسة تعرف عنه العمل يعرف عنه بالذات يعني مش للعالم كله بس بالذات المسؤولين في المكان لازم يعرفوا عنه حتى يعرفوا كيف يتصرفوا بقا لازم تتوزع كتابات الأسعبات الأولية ولازم الكل يعرف عن الأسعبات الأولية حتى في العمل وحتى بين الأهل اللي عندهم مصاب عشان يعرفوا كيف يتصرفوا مع المصاب بالصرع أخيرا يعرفوا لازم أنه مصاب بالصرع هو إنسان طبيعي جدا يقدر يدرس ويتعلم ويشتغل ويتزوج ويخلف ويمسك مناصب ويلعب كورة ويطلع سباح كل شيء طبيعي جدا بالنسبة للشاب أو للبنت هو طبيعي جدا نعم كل الشكر لك الدكتورة فوزية بام قدم استشارية طب المخ والعصاب والصرع واضطرابات النوم بمدينة الملكفهات الطبية شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن أكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته